اختارتي واحد طريق غلاط باش اناكي تملقي ذاك الجوع او للفراغ العاطفي يعني بقيت بحلاغي ليحة الشبكة وتتني ذاك الشبكة طلع لك شي ملاك زي ما واحد شخص اللي غيبغيني وزوين وضريف ويهتم بيا ويحن فييا واللي ضراتني يضروا الى اخيري ولكن للأسف هات الشبكة اشنو جبدات ليك جبدات ليك طلعت لك واحد الشخص اللي مضطرب مريض نفساني حقود اناني خائن كداب كي حقر عليك وراكي حقر عليك لانه مع الناس اخرين نراه والو ما تيقدر عليها والو في غي تخرج العينين معك بتي حقار جميع المواصفات المدمومة كما قلت لكم مجموعين فيه فالشبكة ديالك هات الشي اللي جبدات لك وللأسف هات المجتمع اغلبية دي الاشخاص ولو بحال هكا للأسف ما كان عمام بشو هات كين بزاف دي الناس ولو بها الطريقة يعني في الاول كيمشي معك بواحد هو جهزوين حتى انت تتأمني وتقولي الله هات الشخص رضريف وكدا و الى اخيري ومن بعد كيوريك واحد الفاصل اخرى النرجيسي فهو في اول يوم كينقدر للضحية فكيدير دي زفاغ كبيرة كيدير من الجهودات كبيرة باش انها الضحية وخية عنا فيها من بعد ما كتخلش عليه بسهولة كتبقاتها باها وكتبقات ربما كتعتادر لي على الحويج اللي مدارتهم باش كتطلب ربما منه السماحة باش انه يرضع عليها ويرجع معها عوي تعني ويعنقها شوية ويدحك معها شوية وخرج معها ومن بعد كتبدا ديك السايكل ديك السايكل يعني ديك الدورة ديال نارسيستيك أبيوز يعني التعنيف النرجيسي ديال التحقيم الكذوب التفليا التبرهيش بزاف ديال الحويج فحياتك اللي جينا شوفو انها كتضيعلك مع هات الشخص هباء في بلاسسما انك تمشي تديري سبورت تشتركي في نادي تشتركي مع جمعيات خيرية تهتمي براسك تقرأي لغة جديدة تمشي تطلي ربما على عائلتك تمشي تديري بزاف ديال الحويج تمشي بتعلمي ببيرمينت انت تديري طنوبيل ليش اللي بزاف ديال الحويج زوينة اللي تقدري تستثمر فيهم فأنتي مستثمرها في شخص مريض ما كيتبدلش وعند بالك راملين غا تبدي تضحي على قبله وتعطيه وديري حويج زوينة غا تبيني ليه انك انتي هي ذيك الانسان اللي كيتستاهله وذيك الانسان اللي غا تبدله وذيك الانسان اللي غا يقول الله هذا الانسان خصنين تبدل على قبله وبنتنا عمره ما غا يقولها وعمره ما غا يحس بها لأنه هو أصلا من عدم الإحساس انتي بالنسبة لي مجرد اللعبة تعرفوا كل الألعاب اللي كناك اللعبو بها ونفش كل نصغها كم بدون ندور الثارات ونخليه وغاية تتنقز بوحدة تاع فأنتي بحالها كاك بالنسبة النرجيسي كم بدون نضربوها كم بدون نعوجو الساروت كم بدون نلوحوها فبحال هكاك النرجيسي يبقى يدور وخصك تمشي في الاتجاه اللي نرجيسي باغي إلا دورك النرجيسي ووقفت في بلاسك ولم يبقى تشفي الاتجاه اللي هو باغي فغي يشدك وغي يخبرتكم على الأرض ويلوحفك ويرجعك ويدور ويبدل ومعنتي أشنعه وغي يدير فالطريقة الصحيحة كي تعمري الفراغ وكي تبغي راسك وتقدر راسك وتحسي بالثقة في النفس وأنك إنسان مميز ويستهل وليس كي يستهل من المفروض على أي شخص في هذا الكون أنه يعامله مزيان ويعامله بطريقة لائقة كي تواصلي لهذا المستوى خصك شي يجي من الداخل ما يجيش أنني يطلق مع شخص مريض مضطريب يبدأ يستغل فيها عاطفيا وربما علش لماديا باش أنا كنقلل أولا كي يخفف لي شوية من ذاك الألم دي لذاك الجوع العاطفي اللي أنا كنحس به أصلا قبل ما نطلق معها فهذا الجوع العاطفي اللي أبغيت تتخلصي منه أول حاجة كما قلت لكم غاديت نفاتحي على العالم الخارجي لأنك أنتي أصلا قبل ما تتلقي مع النرجيسي عمرك من فاتحتي على العالم الخارجي بطريقة الصحيحة اللي كانت تقدر تخفف لك شوية من هذا الجوع العاطفي لذلك كيف يمكن لنا نفاتحه للعالم الخارجي؟ من خلال نعطيكم مثال أننا نخارطه في واحد الجمعية خيرية نعاونه دار أيتام ولو غير بدي جزد أننا نمشي وتحنا نطلقوا على واحد الولادات نفرحوهم نجمعوا ربما تبرعات ونضيهم لهم أو نمشيوا لدار العجازة ونطلقوا على الناس المسنين ونفرحوهم فأنت يمنين ستبدأ تدري في حال هذه الأمور البسيطة وتشوفي أن الآخر سعيد بالسبب ديالك أنت في نفس الوقت هذا يجعلك تحسي بواحد لا شارج من الداخل واحد لا شارج اللي أفكتيف يعني واحد تعبئة من الداخل كتحسي براسك أنك هذك الفراغ ديالك كي بدي نقص يعني هذي غتكون مجرد جسر باش أنك توصلي لهذك الجوع أو للفراغ العاطي في الليفك الداخل وتبدي تداويه وتعمريه شوية بشوية ومنين كان ندخلوا السعادة على الآخرين فأطماطيك مو دك شي كي نعاكس للسعادة ديالنا إحنا إلا بغيتي بالصح تكوني السعيدة ماشي هي يلقى واحد الشخص اللي غي يعطاني الحنان وعطاني هذي وغي هتنبيه نفرض وقع أنك تلقيت مع واحد الشخص اللي مناسب وطراء لقدر الله حادث ومات أشنو غترجع أوتاني لذك الجوع العاطي فيه وأنا تحد ما كيبغيني وأنا ما كنتستغلش الأفضل وأنا ضعيفة وأنا ما عنديش تيقف راسي وأنا 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 ماشي بحال إلا داويتي ذك الجوع العاطي في بوحديتك بيديك فعمرك فالحالة ما غتكوني محتاجة بتيشي واحد ما كيش اللي غدي يزعم أنه يكربصك ولا يكدب أخانك هذي يقدر إخونك ما غتكونيش معاه ما غتشوفيش ولكن حتى فاشي غتعرفيه ما غتتنازليش على حقك من السهلة لك أنك سافي يعني الله يعاونك خنتيني لأنك ما قدرتينيش الله يعاونك ماشي بحال نرجيسي وصلتي لواحد المرحلة مع نرجيسي عرفتي كيخونك كيكدب عليك كيحطمك كيكينافقك كيعنفك كيدير معاك بزاف ديالة كيغير منك كيغير منك على أي حاجة كيغير منك كيحقد عليك درتي معا شي حاجة عن قصد أو عن غير قصد على قبل شي تصرف خي بداروه معاك وانتي كانت على الدكرة ردت فعل لي معجباتوش غير ردت فعل شوفوا شوفوا الحق دياله فين كيوصل والأي تطراب فين كيوصل غير ردت فعل ديالك على واحد تصرف اللي أصلا خي بداروه لك كيحقد عليك علاش ديري معايا ديك ردت فعل وكيحقد عليك ويفديها فك ويدير لك شي بلان اللي انتي ما تتعرفيش علاج ولا رجعتي بسنطلور ربما لأنك غوطي عليه في واحد للسيطوياسون دار معاك شي تصرف ماجبكش فاديك الغوطي ديالك هي اللي يركز عليها وانساء الفعل دياله وعاقبك عليها تاني طريقة غنتكلم عليها في هذا الفيديو اللي غتعاونك بزاف 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 باش أنك يتولي تقدري راسك وتحتارمي راسك وتبغي راسك كما يجيب وهي تقرب من الله تصلي إلى ما كنتش كتصلي وهذاك الضعف ديالك غطل بين الله أنه يخفف لك الألم دياله لأن الله هو اللي حاطفك هذاك الضعف لأنه بقدرة الله عز وجل أن هذاك الضعف فيك انت يا والله بحديته هو اللي قادر أنه يخلصك من هذاك الضعف والله قوي فالقوي فهي صفة من صفة الله وبالتالي الله هو اللي غادي يعطيك القوة الله هو اللي غادي يستبدل هذاك الضعف بالقوة مشي واحد مضطريب ولا واحد مريض انت سنا أنا عادي يخرج معايا ولا عادي يبغيني ولا عادي يكذب عليها ويقولي أنتي زوينة وانتي هادي فأنتي ما محتاجاش لهذاك شي أنتي محتاجة الحويج اللي كما قلت لك من الداخل يجيوا باش ما تبقيش تحسي بهذا الاتكالية أنك باغت تعولي لاشي يحب أنه يخرج معاك أنه يبغيك أنه يقول لك أنتي زوينة أنه يعنقاك كما قلت لك يعني تقوي علاقتك مع الله تصلي وادعي الله لأدعية دائما ادعي الله فالله بحديته قادر أنه يصرف عليك أو يصرف عنك هاد الابتلاء أو لها الضعف اللي بقدرة الله وبإذن دي الله أنه الضعف كينفك فما كان شي واحد آخر عبد اللي ضعيف بحالك بحاله أنا وغادي يجي ويخلصك من هاد الضعف إلا ما خلصتيش راسك براسك الثالثة حاجة غادي نبغي نهضر عليها وهي معاملة الوالدين بالحسنة هذه الثالثة طريقة غا نهضر عليها باش أنك يتخلص من هاداك الضعف وبيعونك ويصير لك طريقك ويلقي لك أولاد الناس بطريقك أنك تكون علاقتك زوينة مع والديك مع الأم ديالك خاصة وحسنة مع الأب ديالك تكون علاقة وطيدة علاقة زوينة أنك تكون كما يقولون يعني خدامة تحت رجليهم ما تقلقيهمش ديري ذاك شي اللي يقولون لك في حدود الله في حدود الشرع وأنك تطيعيهم كما يجب وأنك ما تقلقيهمش وطيقي بها ربي غا دي يسهل عليك ورب غا دي يفتح لك الأبواب ورب غا دي يلاقيك مع أولاد الناس وطلقي مع الإنسان المناسب بإذن الله وإن شاء الله اللي غي نستكفض المرار والسنين ربما ولهات الشهور واللي ديال الألم وديال المعاناة وديال التحقيم وديال اللي عشتهم مع واحد الشخص اللي مضطرب واللي أكيد هو غا يدفع ثمان أغلاطه لأنه كان إله عادي لفوق منا إحنا ما تخلقنا شعبات عن الفضل الأرض وإنما تخلقنا الهدف معين أكيد غا يدفع ثمان أغلاطه كاملين مشيغي معا كنتية مع الناس اللي بكا قبل منك والبكال اللي بكاك وتحطيم العنف والتكرفيس اللي تكرفص عليك وحتى مع الناس اللي ربما من بعد أكيد جيين من بعد ضحايا مورا كنتية لأن كما كان إجماع من طرف الأخصائي النفسيين أن النرجسي أعد حاجة عنده يبقى بوحديته أعد حاجة عند النرجسي أنه يبقى بوحديته فما يمكنش ليه يبقى بوحديه ضروري ما غا يبدأ عوثينين بشوه بشو يقلب على الضحايا منين غا تمشي نتية ضروري ما غا يتلقى معا شي وحدا ولا معا شي وغا يبدأ يحطمهم وغا يبدأ يمرضهم وغا يبدأ يستيطر عليهم إلى آخره هذا الشيلي دار معاك أنت عاود غا يديره مع وحدين أخرين وهذه هي حياته كتمشي هاكا تال واحد النهار كما كنت قلت لكم ديجا في واحد فيديو كي بغا يقلد ولد عمه تزوج صاحبه تزوج ولد خالته تزوج وتينوته وكيقلدهم ويتزوج ولا علاقة له بالزواج وما بينهم بين الزوج غير في عذاب وما كيحش بالسعادة وخا كي يمثل أكيد عقاب الله كي تناه لأ هو غالط وكي يسحب لي رأى صافي رأى كنا غا يدنيا رأى غالط بزاف ضروري عقاب الله كي تناه وضروري غا يخلص على أي حاجة دارها وكما كيقولوا كيف مدرتي ايدي تودي وأنا اللي كي همني في هذا الفيديو كما قلت لكم من الأول هو انتي وكيفاش أنك تخرجي من هاد الأيطار اللي حاب صار اسكفيدي انا ما كنستحقش انا ربما ما زويناش بزاف انا بغشي واحد دي عن نقني خرج معايا وننسني الى اخري فعض الهضرة كاملة نسيها ما منهاش اركزي على رأسك اعطيتك ثلاثة ديال الطرق اللي غينفعوك مزيان 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 باش تكونيش خصية قوية باش ما تبقيش تحسي بذلك الضعف وذيك الابتكالية وذيك الحرمان العاطفي وثيقي بيا ان شاء الله ربي غدا يسرلك امارك كلها كنتمنى ان الناس اللي اول مرة يشوفوني يشاركوا عندي فلاشين ويدخلوا عندي حتى الانستغرام باش كنتفارتاجي معاكم كل شي يعني انتون غيال وتشجعوني وكنشكركم بزاف ودائما كنتشكركم على اتقيقاتيالكم على الرسائل اللي كتصيف توليها في الخاص وخاك يبقى في الحال على بعض الضحايا اللي كتصيف توليها رسائل كتألم ولكن مع ذلك كنحاول نجوبكم وكندعي معاكم بالخير والله يعاونكم والله ينصركم على هاد الشخص هاد الشخص